أرحب معي في الستوديو بطبيب الصحة العامة دكتور أحمد زين أهلا بك دكتور رمضان كريم أهلا بك رمضان كريم سوف نتحدث اليوم عن صيام الكبار حيث يحرص الكثير من المسنين على صيام الشهر الفضيل ويتمسك غالبيتهم بتكملة الصيام على رغم من مرضهم خاصة وأن الصوم قد يشكل خطورة على صحتهم بسبب نقص السوائل والامتناع عن الدواء ويؤكد الأطباء على ضرورة استشارة المرضى من كبار السن لأطبائهم قبل اتخاذ قرار الصوم لتنظيم النهار وتعديل موعد الدواء نحو 15 ساعة من الصيام في أحد أكثر شهور الصيف ارتفاعا لدرجات الحرارة ظروف تلقي بظلال الشك على قدرة الصائمين كبار السن على تحمل الجفاف والتعب والوهن العام وترافق تغيرات فيسيولوجية كثيرة التقدم في السن مثل نقص الوداد العرقية ومخزون الدهون ونقص البروتينات المكونة للعضلات إضافة لبطء حركة الهضم كل ذلك يؤثر على عمليات التمثيل الغذائي بالنسبة لكبار السن ويحرص الكثير من المسنين على صيام الشهر الفضيل وقد يتجنب بعضهم استشارة الطبيب رغم مرضهم مما يؤثر لاحقا على صحتهم وربما يضاعف حدة المرض لديهم ويؤكد الأطباء على أن صيام كبار السن مفيد شريطة الالتزام بتناول كميات كبيرة من السوائل والإكثار من الخضروات والفاكهة والالتزام بمواعيد الدواء لكن يبقى رأي الطبيب نهائيا بشأن مقدرتهم على الصيام خاصة مع وجود أمراض تمنع كبار السن من الصوم أهمها انخفاض أو ارتفاع الضغط قصور القلب المزمن وفشل وظائف الكلا أرحب طبعا من جديد معي في الستوديو بطبيب الصحة العامة دكتور أحمد زين أهلا بك دكتور من جديد سوف نتحدث عن صيام كبار السن أولا كيف يتم تقييم الحالة الصحية عند كبار السن السن عند عزمهم على الصوم في البداية طبعا بنحييكم ونحيي مشاهدين أهلا بك ونشكركم لأنتم داتويننا الفرشة أن نهاردة لاحنا نتكلم على موضوع مهم وهو موضوع الصيام كبار السن والمخاطر اللي ممكن يتعرض لها أثناء الصيام في البداية نقيم الحالة الصحية لكبار السن عن طريق أربع محاور أساسية مبدأيا على قدرة المسن على الحركة وعلى العمل وهنا نقيم هل بيقدر كبار السن أو المسن يمارس حياته العملية والاجتماعية بشكل سليم أو لا هل بيقدر يخدم نفسه أو محتاج شخص آخر يقوم بيخدمه وهنا بيقدم لنا تصور مبدئي عن الحالة الجسمانية العامة للمسن وهل يقدر يصوم أو لا بالنسبة لتاني محور بيكون الأموار المزمنة مضعفتها وطبعا يعني إصابة كبار السن بالأموار المزمنة زي الضغط والسكر بيكون أمر شائع مع تقدم العمر وهنا إحنا محتاجين أن المسن بيراجع طبيبه ويتم تقييم الحالة العامة والصحية للمسن وبنحدد المضعفات كل مرض وهنا بيدينا تصور مبدئي عن المخاطر اللي ممكن يتعرض لها أثناء السيوم الثالث حاجة وهي بصراحة من الحاجات المهمة جدا وهي الحالة النفسية للمسن لأن طبعا الحالة النفسية المسن بيكون لها طبيعة خاصة بيكون حساسة جدا وتتأثر بأي تغير سواء سلبا أو إيجابا وبيمثل شهر رمضان يعني التحدي خاص من نوعه خصوصا في حياة فقدان يعني أحد الأشخاص المقربين أو الشريك الحياة أو حتى صديق مقرب لأن شهر رمضان بيكون فرصة لتجمع العيلة فمهمة اللي حين نحافظ على الحالة النفسية للمسن بيكون مرتفعة لأن أي تأثر في الحالة النفسية يعني بينعكس بشكل مباشر على الصحة العامة أخيرا التغذية السليمة الصحية بتكون مهمة لأن يعني معظم كبار السن بيعانوا من سوق التغذية ونقصة لعناصر معينة زي الفايتامينز والكالسيوم وفمهمة اللي حين نوفر يعني غذاء صحي متكامل وده نتكلم عنه لاحقا بحيث اللي حين نحن يعني السيام ما يؤديش إلى تفاقم الحالة الصحية نعم تحدثت عن مخاطر دكتور ما هي المخاطر التي ممكن أن يتعرض لها المسن خلال شهر رمضان المبارك يعني طبقا للمحاور اللي حين نتكلمنا عليها يعني يسهل التنبؤ بالمخاطر اللي ممكن يتعرض لها المسن أثناء السيام وهي بتتمثل بشكل عام في التعرض للجفاف يعني نتيجة طبعا اللي هو بيصوم فترات طويلة بيامتنع فيها عن الشراب كمان مضاعفات الأموات المزمنة والمضاعفات الممكن يتعرض لها في حالة عدم التزام بالأدوية خصوصا أن نتيجة تغير للنظام العلاجي أثناء السيام بينسى بعض الجرعات كمان سوء التغذية وعدم العادات الغذائية السيئة أثناء الفطار زي إزياد المواد الدهنية أو نقص عناصر معينة في التغذية ممكن أن تسبب ماذا؟ أو زي ما قلناهم بيكونوا أكثر عرضة يعني أو بيكون عندهم أمراض سوء التغذية فطبعا عدم توفر عناصر الكاملة في الوجبة الإفطار بتؤدي أتفاقهم المشاكل اللي عندهم سواء نقص الفيرتامين زي فيرتامين دي وفيرتامين بي كومبلكس كما قال الكالسيا مهم جدا دي بيكون من ضمن المخاطر وطبعا الحالة النفسية اللي تكلمنا عليها سابقا وأهميتها في الحالة الصحية العامة لكبار السابق نعم تسبب هذه الحالة النفسية الاكتئاب مثلا عندهم؟ أكيد طبعا لأنه زي ما قلنا يعني بتكون تحدي خاص في رمضان العيلة كلابة تتجمع ففي حالة فقدان أي شخص أو التأثير السلبي بعدم الرعاية الكافية أثناء شهر رمضان بيؤثر طبعا على الحالة النفسية الكبار السابق ماذا يجب على المسنين أن يتوقفوا عن الصوم خلال نهار رمضان؟ طبعا ده بيتوقف في البداية على المخاطر هو ممكن يتعرض لها وعين الأمراض اللي هما بيعانوا منها لكن مهم جدا أنه هو يكون على دراية كاملة بالأعراض الطرقة اللي ممكن يتعرض لها واللي يتوجب عليه إقاف الصيام زي ما سينحدث هبوط مفاجأ إغماء دوخة عرق شديد دي كلها بتكون من الأعراض اللي لازم المريض يعني يتوقف عن الصيام ويبدأ باستشارة طبيبه في الفيحة هنا أيضا دور العائلة في مراقبة الشخص المسن معها في المنزل يعني عند ملاحظاتها أي من هذه العورد التي تحدثت عنها طبعا ده أكيد ويعني بيفضل في الزيارة مقابل رمضان يكون موجود شخص من العائلة يتم التوعية الكاملة بطبيعة المرض والأعراض اللي هو لازم يكون عارفها كمان في حالة أن يكون المريض بيعيش مع أسرته بيفضل أن هو تخصيص فرد شخص يكون مسؤول عن موايد العلاج وعن التغذية السليمة طبعا ده مهم جدا هل هناك من عمر معين دكتور تنصح به عدم الصيام أو كله يعني يرتبط بالعمر والحالة الصحية طبعا العمر بيكونش عامل طول ما الحالة الصحية سليمة وما فيش مخاطر معينة تمنعه من الصيام طبعا يقدر يصوم نعم تحدثنا عن نظام غذائي معين يعني ما هو النظام الغذائي التي تنصح به مهم جدا يكون فيه نظام غذائي متكامل علشان طبعا بيكون هم أكثر عرضة لتعرض لسوق التغذية زي ما ذكرنا قبل كده فبننصح ليكون فيه مصدر للطاقة وبننصح بالكايبوهادريتس خاصة الكومبريس كايبوهادريتس لأن دي بتفضل فترة طويلة في المعدة أين نجد هذا بتكون متوفرة في الروز والمكارونا والعيش كمان يكون فيه مزة البروتين وخصوصا بروتين منخفض الدهون وأحنا بننصح بالأسماك بتكون مصدر غني بالبروتين منخفض الدهون بالمقارنة باللحوم الحمراء كمان الكالسيوم مهم جدا ومهم يعني للهششة العظام والوقاية من الكسور الفايبرز والألياف الموجودة في الخضروات والفواكه التناول الفواكه التي تحتوي على كمية كبيرة من السوائل زي البطيخ والشمام وغيرها لتعويض طبعا السوائل التي خسيرها خلال نهار السواء كمان مهم جدا التنوع في أنواع الأغذية لأن الكبار السنة بيعانوا من نقص أو فقدان الشهية فلما يكون فيه تنوع للأنواع الطعام ده بيزيد من الشهية بيساعد على وجبة غزائية صحية متكاملة هل من أي نصيحة معينة يجب على المسنين أن يعرفوها خلال هذا الشهر الفضيل؟ طبعا في نصيحة كتيرة في أي جزئية بالضبط نحن تحدثنا عن الغذاء وتحدثنا عن المراقبة هل تنصحهم باستشارة طبيب طبعا خلال وقبل فترة الصوم؟ هو في الحقيقة في المخاطر اللي احنا اتكلمنا عنها مفروض يكون فيه نصيحة لشان نمنع حدثها لو هنقضهم تباعا بالنسبة للجفاف طبعا مهم أنه يستشير طبيبه بخصوص بعض الأدوية اللي بتؤدي إلى أدرار البول زي الفروزامايد والسائل زي الديورتكس طبعا براجعة الطبيب بنقلل الجرعات أو بنستبدلها بأنواع أخرى بالنسبة لأثناء الصيام بننصح تجنب التعرض لأشعة الشمس تقريب المجهود كمان ممكن نضش من الماء الفاتر بيساعد على ترتيب الجلد وبيقلم من فقدان المياه ما بعد الصيام تناول طبعا السوائل بشكل كافي عن طريق المياه وعن طريق العصائر بالنسبة لأمراض المزمنة طبعا بننصح بمراجعة الطبيب لتحديد طبيعة المرض الخطوة العلاجية لأنه طبعا بتتغير موعد العلاج أثناء رمضان ما قبل رمضان وبالنسبة للغذاء طبعا بننصح بالله وطوف الغذاء الصحي المتكامل والمتنوع نعم كنت معنا دكتور طبيب الصحة العامة دكتور أحمد زين شكرا لك على هذه النصائح المهمة شكرا